قال معالي الشيخ أحمد بن محمد الخليفة وزير المالي أينه بالرغم من التحديات التي تواجه دول المنطقة والدول المصدرة للنفط ومن ضمنها البحرين جزاء انخفاض يسعر النفط في الأسواق العالمية إلى أن حكومة مملكة البحرين مستمرة في كافة مساعي تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل النوعية للمواطنين هذا ثمن معالي ما يقدمه صندوق النقد الدولي من دعم واستشارات من خلال البعثات التي تقوم بدور مقدر لإجراء الدراسات التحليلية واقتراح الحلول الممكنة مضيف أن معالي بأنه من أجل تلبية متطلبات التنمية والاستدامة الموارد المالية لصالح المواطنين بدأت حكومة مملكة البحرين في تنفيذ حزمة من المبادرات والإجراءات التي تتوافق مع برنامج عملها ومنها مواصلة العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية وإعادة توجيه الدعم لمستحقه من المواطنين وخفض المصروفات المتكررة ضمن مساعي الوصول إلى نقطة التوازن المصروفات والإيرادات خلال ثلاث دورات قادمة للميزانية العامة وأكد معاليه استمرار المشاريع الحكومية كما وردت ضمن الميزانية العامة للدولة للعوام القادمة بجانب الاستمرار بالمشاريع الاستراتيجية التي تمكن الاقتصاد لمزيد من النمو خلق فرص العمل النوعية للمواطنين بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى التي تبلغ قيمتها أكثر من 32 مليار دولار خلال السنوات القادمة إذ تهدف هذه المشاريع لتعزيز النمو الاقتصادي ورفض التطوير الذي يعود أثره على المواطن وذلك بالتسخير الأمثل للرؤى والموارد لتحقيق مردود مستدام الأثر بجانب تنفيذ عدد كبير من المشاريع الانمائية على مدى 10 سنوات من خلال برنامج تنمية خليجي الذي تم اعتماده من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمبلغ 10 مليارات دولار أمريكي تتماشى تلك المشاريع مع محاور برنامج عمل الحكومة والأولويات الوطنية والتي تشمل عددا من المشاريع الكبرى كالمشاريع الإسكانية وكذلك توسعة المطار ومشاريع البنية التحتية والمشاريع الاجتماعية وأشدد السمرار السعي إلى خلق فرص عمل نوعية والمحافظة على نسب متدنية للبطالة التي لم تتجاوز الثلاثة فاصل ثمانية بالمئة خلال السنوات الأخيرة ونوهة معالي وزير المالية بأن العمل مستمر لتعزيز تنمية الاقتصادية بما يتعلق بمنظومة متكاملة تشمل العديد من القطاعات الحيوية من أجل زيادة حجم الناتج الإجمالي المحلي الذي ارتفع من 3.4 مليار دينار بحريني عام 2000 إلى 12.8 مليار دينار عام 2014